أقام مسؤولون رفعوا المستوى من فلسطين وإسرائيل محادثات في مدينة العقبة جنوب الأردن اليوم الأحدى حيث يركز نقاشه على الوضع المتوتر الأخير في الضفة الغربية بحسب وسيلة أعلام أردنية كان من بين المشاركين بهذا الاجتماع رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساهي هنبي ومندبون من الأردن ومصر هذا واشتبكت قوات الإسرائيلية مع فلسطينيين في مدينة نابلس بالضفة الغربية في 22 من الشهر الجاري خلال عملية بحث واعتقال ما أدى لمقتل 11 فلسطينيين الأمر الذي أثار احتجاجات بين الفلسطينيين في عدة مناطق